لدى أحمد 198 كرة زجاجية ثم اشترى 44 كرة أخرى بعد مرور عام قرر أحمد أنه لم يعد يريد الكرات وقرر تقسيمها بشكل متساوين بين 31 من زملائه في المدرسة على كم كرة سيحصل كل من زملائه تقريبا؟ كلمة تقريبا هنا تعني أنكم لستم بحاجة للحصول على الإجابة بالضبط فالسؤال يطلب تقدير عدد الكرات التي سيحصل عليها زملائه يمكنكم تقريب الأعداد قليلا لجعل حساباتكم أسهل ابدأوا ب 198 كرة قربوا العدد لأقرب عشرة انظروا إلى منزلة الآحد لديكم فيها العدد ثمانية إذا كان العدد في منزلة الآحد أكبر من أو يساوي 5 فيكون التقريب إلى الأعلى أي يصبح لديكم 200 بدلا من 198 وهو أيضا أقرب 100 إشارة التساوي المتعرجة هذه تعني أن العدد تقريبي هذا هو عدد الكرات التي بدأ بها ثم اشترى 44 كرة أخرى قربوا إلى أقرب عشرة كما فعلتم قبل قليل انظروا إلى منزلة الآحد إن العدد أقل من 5 إذن يكون التقريب للعدد الأقل من 44 فيكون العدد هو 40 ما مجموع الكرات الزجاجية التي كانت لدى أحمد قبل أن يوزعها؟ إذا أخذتم التقديرين وجمعتموهما يكون لديه 200 زائد 40 يساوي ما يقارب 240 كرة ما عدد الطلب الذين سيوزع عليهم أحمد الكرات؟ هناك 31 طالبا مرة أخرى قربوا العدد إذا قربتم إلى أقرب عشرة سيكون التقريب إلى العدد الأقل لأن قيمة منزلة الآحد هي 1 أي أن التقريب إلى أقرب عشرة تحت العدد 31 يصبح العدد 30 إذن 240 تقسيم 30 يساوي قبل أن تبدأوا بالقسمة افترضوا أن حرف M هنا يرمز للكرة لكل طالب وهذا يعني أن M ضرب 30 يساوي 240 أو 240 يساوي M ضرب 30 عليكم إيجاد قيمة M التقريبية لعدد الكرات لكل طالب يمكنكم استخدام عدة طرق للحل فكروا في مضاعفات العدد 30 أي 30 60 90 لاحظوا أن هذا يشبه مضاعفات العدد 3 ولكنكم أضفتم صفرا هنا مضاعفات الثلاثة الآن في منزلة العشرات وأصبح لديكم صفر في منزلة الآحد 90 120 إن العدد 120 هو مجرد 12 مع صفر كذلك الأمر للأعداد 150 180 210 240 أي أن M تساوي 30 ضرب 1 2 3 4 5 6 7 8 إذن 240 هو العدد 30 ضرب 8 ويساوي 8 ضرب 30 يمكنكم التعبير عن هذا بطريقة أخرى عدد الكرات التي سيحصل عليها كل واحد من أصدقائه يساوي 8 تقريبا تذكروا أن هذا العدد تقريبي وليس إجابة دقيقة في حال أردتم الحصول على النتيجة أكثر دقة ولا ترغبون في تقريب الأعداد 198 و44 يمكنكم عندها جمع العددين 8 زائد 4 يساوي 12 ثم 1 زائد 9 زائد 4 يساوي 14 1 زائد 1 يساوي 2 وبالتالي فإن العدد الدقيق للكرات التي امتلكها أحمد كان 242 وهذا قريب من 240 الآن قسموا العدد على 31 لاحظوا أن 24 مقسوم على 3 تساوي 8 وعندما قمتم بتقسيم 240 على 30 حصلتم على 8 أي أنه إذا قمتم بتقسيم عدد أكبر بعشر مرات على عدد أكبر بعشر مرات تحصلون على القيمة نفسها على كل حال الجواب هو أن كل من زملائي أحمد يحصل على ثمان كرات زجاجية تقريباً